موسيقى مساء الخير أهلا بحضراتكم في كل الزوايا اللي حصل في قصة طفان سفينة نوح كلنا عارفينه عارفوا إنهم هيموتوا دلوقتي خلاص بيخلاصوا لازم يمشوا دلوقتي اتبنت السفينة وكل واحد أخذ أعز حاجة معاه طيب هل حد صور طفان نوح؟ هل حد صور هذا المشهد فيديو؟ أكيد لا طيب لو قلنا لكم إننا معانا مشاهد لما حدث في طفان وسفينة نوح ولكن المرة دي تصويرها 20-23 المرة دي على أرض فلسطين مش على أرض الجزيرة ولا العراق اللي أرسل إليها نوح الحكاية هنا أشبه بالطفان بل هي أشد بأسا وعنفا كمان مهجرين غزة اللي أجبروا بكل تجرد من الإنسانية إنهم يمشوا من بيوتهم ماذا حملوا معهم؟ حملوا أعز ما يملكوا قبل ما الطفان يطلهم رجبوا السفينة بإيه؟ اللي خد صورة صورة لمن فقد من أحبابه واللي خد جزء مكسور من لعبة ولاده واللي أخدت قطتها الموضوع أشبه بطفان نوح حرفيا اخترنا لحضراتكم مشهدين الأول اللي قدامنا دلوقتي أو هيطلع دلوقتي فيديو لسيدة فلسطينية مسنة واخد معاها مجموعة من الحيوانات والطيور وشايفين سلحفة قدامنا دلوقتي ده مشهد نروح لمشهد تاني فيديو لمجموعة من النازحين واخدي معاهم أكتر حاجة محتاجينها وهنا بنشوف برضو قطة في هذا المشهد ده النزوح من زاوية طب نروح لزاوية تانية وخليني أقولكم هذا النص صوت سمع في الراما نوح وبكاء وعويل كثير رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين بالكلمات دي عبر الكتاب المقدس عن مذبحة أطفال بيت لحب على أرض فلسطين من أكتر من ألفين سنة لما أمر هيرودس ملك اليهود بذبح كل صبيان بيت لحم وهنا بنتأكد برضو أن التاريخ بعيد نفسه وأنه الآية اللي موجودة في الكتاب المقدس تنفع برضو على نفس الوضع ونفس الصورة وممكن هنا نقول على هذا الاحتلال أنه هيرودس إسرائيل لأنه ما فيش فرق بين هيرودس وإسرائيل الكنيسة الأسرية في بيت لحم استبدلت شجرة عيد الميلاد بمجسم ليسوع المسيح يرتدي الكوفية الفلسطينية تحت الأنقاض وخليني أقولكم يعني بشكل وضوح أنه لو ولد المسيح في عشرين تلاتة وعشرين لكان ربما استشهدى تحت أنقاض القصف الوحش لهذا الاحتلال المجرم خلونا نبدأ حلقتنا اشتركوا في القناة ملفات مهمة كتير حصلت هذا الأسبوع خلونا نبدأها بملف يعتبر أمن قومي للمنطقة العربية كلها وخصوصاً الواقع على البحر الأحمر التي تعتبر رئة اقتصاد العالم لأنه بيخص واحد من أهم مسارات الملاحة والشحل البحري في العالم يمكن أنظر العالم راحت لهذه المنطقة وإلى أصبحت مصرح العمليات وشوفنا التركيز على غزة بإله بسبب اللي بيحصل وبسبب اللي بيعملوا الحوتيين وتهديداتهم المستمر عاوزين نفهم مع بعض كل زوايا هذا الموضوع لأنه النهاردة كان مشهد من المشاهد المهمة في هذا الأمر هي المباحثات المصرية البريطانية بين وزير الخارجية سيد سامح شكري ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون وبعد المباحثات كان في مؤتمر صحفي شكري قال أن مصر مستمرة في التعاون مع شركائها لتوفير حرية الملاحة في البحر الأحمر وتيسير المرور لقناة السويس قال كمان وزير الخارجية المصري أن مصر بتعمل على تأمين الملاحة في البحر الأحمر وده أمر شافه كاميرون مهم لبريطانيا ولمصر والعالم وحذر من أن التجارة الدولية تتأثر ولو ما حصلش ده فصراع الحوتيين يعني ما بقاش مع اليمن وفقط لا أصبح صراع إقليمي دولي في الأول كان الحوتيين بيقولوا أن الهجمات دي هتكون فقط بتستهدف السفن لها مصالح إسرائيلية اللي حصل اليومين اللي فاتوا من هجوم كان يتعلق بسفن أوروبية وبالتالي وعلشان نكون واضحين أكتر فالمسألة تعدت خطر أو تهديد للملاحة في المنطقة إلى إعاقة للملاحة وتأثير على الاقتصاد العالمي في أهم مضيقين مضيق باب المندب اللي من ناحية الحوتيين أو من ناحية الجانب الآخر أو من هذا الجانب يعني والمضيق الآخر هو هرمز اللي من الناحية الأخرى اللي الحرس الثوري الإيراني واللي هو داعم بشكل واضح للحوتيين أيضا يسيطر عليه القضية دي الحقيقة أنها شغلة بال العالم شغلة بال الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية شغلة بشكل كبير وإزاي هيتعاملوا مع هذا الموضوع في الفترة القادمة هيكون إيه وإن كان ده اللي شفناه حتى فيه الصحافة الأجنبية صحافة مهتمة جدا بهذا الأمر وابتتحدث وكأنها اكتشفت فجأة أنه فيه حوتيين وأنه فيه خطر على هذا الجانب أو على هذا المضيق طيب إيه اللي بيحصل ده إيه مرضوده الاقتصادي مرضوده الاقتصادي إن شركة ورق تانية من شركات الشحن الدولي بدأت تهرب من هذه المنطقة وتغير مسارها وتأخذ كمان مسارات أطول بحوالي 3000 كيلو متر زيادة عن المسارات الطبيعية وبنكلم هنا تحديدا عن مصار رأس الرجاء الصالح ومن الشركات اللي بعدت عن المنطقة دي اللي هنشوفها مع حضراتكم على الشاشة أو في هذا الإنفوغراف اشتركوا في القناة الموضوع طبعا مش سهل زي ما قلنا إنه هذه القضية شغلة الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكان رد الفعل واضح جدا يوم الاتنين اللي فات لما طلع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وقال إننا بنستعد لإطلاق عملية متعددة الجنسيات علشان تحمي التجارة في البحر الأحمر سمى هذه العملية بالمبادرة الأمنية متعددة الجنسيات قال كمال إن الدول اللي هتشارك في هذه العملية هي بريطانيا، البحرين، كندا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، النرويج، سيشل وأسبانيا بعد إعلان وزير الدفاع الأمريكي كان في رد فعل برضو من جانب الحوثيين طلعت تصريحات كتير للرد على التحالف وخرج تحذير من زعيم الحوثي قال فيه إن أي دولة تتحرك ضد اليمن هنستهدف السفن الخاصة بها في البحر الأحمر مش جماعة الحوثي بس اللي ردوا على هذا التحالف إيران كمان كان ديها نصيب يعني من رد الفعل قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني طلع وصرح نوم جهزوا قوارب صواريخ زكية لرصد تحركات السفن الأمريكية في المنطقة وبالتالي ده كان رد برضو فعل عنيف طيب ده الوضع بكل زوايا هنا في مصر وأعتقد وفي يعني تقدرنا إنه لم ولن ننخرط في تحالفات أو قواعد عسكرية قولا واحدا كمان تأمين قناة السويس بيتم على أكمل وجه من القوات البرية والبحرية والجوية طيب إيه اللي بيحصل من الحوثيين ده وإيه تأثيره على قناة السويس دي نقطة اللي احنا مهتمين بها أو الزاوية اللي احنا مهتمين بها خليني أقولكم إن مصر تتراقب وتراقب هذا الوضع عن قرب وخليني كمان أقولكم مجموعة من الأرقام المهمة علشان نقدر نعرف حجم التأثير على اقتصاد قناة السويس القناة بيمر فيها 50% حاويات 30% ناقلات بترول 20% ناقلات أخرى فلما شركات عملة تمشي وتغير مصرها ده بالطبع هيقلل حركة المرور من القناة وبالتالي يؤثر على اقتصادها بشكل كبير من زاوية تانية برضو إزاي هتأثر مشاكل الملاحة في البحر الأحمر على إسرائيل لأنه معروف إن الحوتيين هي ذراع إيران اللي مسيطرة برضو من جانب آخر زي ما قلنا على مضيق هرمز وبتمنع مرور السفن لإسرائيل ده بالقطع هيرفع من سعر البنزين والغاز داخل تل قبيب ويمكن ده أهم شيء سرع من وطير التكوين التحالف اللي كونته أمريكا واللي بالمناسبة هيكون مقره جيبوتي ده ظهر كمان أكتر النهاردة في إعلان إدارة ميناء إيلات الإسرائيلي بأن أنشطة الميناء انخفضت بنسبة 85% بسبب هجمات الحوتيين في البحر الأحمر كل ده زي ما بقول حضراتكم الصحافة العالمية اهتمت به وكان موجود بشكل كبير جدا في عنوينها خلال الأيام اللي فاتت أموما اللي بيحصل ده واللي بنتابعه بيخلي عندنا مجموعة من الأسئلة هل هينجح التحالف في رده على الحوتيين هل الحوتيين هيقدروا أنهم يتصدوا لهذا التحالف إيه بالزبط اللي هيحصل هل هيتم استيطارة على الوضع بطريقة أو بأخرى أو بتدخلات إحنا مش شايفينها ده اللي خلينا هنعرفه بشكل أكبر من الدكتور ربان منتصر السكري الخبير الدولي في مجال النقل البحري أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك مين اللي هيخرج منتصر في هذا المشهد اللي هيخرج منتصر في هذا المشهد في النهاية هم الفلسطينيين الفلسطينيين إيوة لأن الفلسطينيين هم دول بيدفع عن أرضهم ودي أرض محتلة وهم بيدفعوا بكل قوتهم ومعندهمش ما يخسروا عارفين أنهم هم حيتقتلوا حيتقتلوا كلما يتقتلوا شهداء وهم بيدفع عن أرضهم فدي حاجة فقر بالنسبة لهم وهم دي عقيدتهم وبالتالي حل الموضوع ذكر بانتها البساطة ان طوائل لانه حسين طلب طالبين فتك الحصارة عن غزة ويتخل المساعدات للناس اللي هي مش لها تأكل فبالتالي هم تصرفوا تصرف يعني انا ما بقولش انه هو تصرف كويس بس تصرف يحاولوا ان هم يسندوا الناس اللي هي الغلابة اللي هي موجودة في فلسطين والشعب الفلسطيني المقهور ده اللي هم كلهم عبارة عن مدنيين واطفال وسيدات وكبار واسرائيل برضو هي نشت القانون الانساني وحتى قانون الحروب منها بتصرف في كناس وفي مساجد وفي مدارس وحتى مؤسسات الامم المتحدة الدولية وده حاجة مش رادي العالم لكن العالم اصبح انه النهاردة ينظر بمنظرين او بيكيز بمثالين وده طبعا بلا شك لها خطأ جدا نهاية اللي هاركو تتكلم عليها انه هو على تأثير ما بيحدث في قناة السويس او قبل التأثير في قناة السويس انا عايزة تتكلم ان القيادة المصرية لما هي رهبت انها تشترك في التحالف ده فده قرار حكيم جدا 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 لان حضور المشاكل الاقتصادية ما تتحلش بالحروب يعني النهاردة لو الحد بتعلم بالقوات التحالف الدولية دي مثلا فيه تحالف جاء الدولي كان موجود من الاول فمش هتحلل المشكلة دي هتزيد المشكلة تعقيدا وعطيق على سلسلة الامدادات عن طريق البحر رحمة وعن طريق كمان الكيب تاون المنطقة دي هتشتعل بالحروب كلها ومدمرات وفرقاتات وده وده ما فيه حاجة هتعدي في المنطقة دي خالق المنطقة دي هتبقى منطقة مغلقة وهي هتموت كلها وما فيها كل الشعوب اللي حوليها طيب ايه الحل ان احنا ما نوصلش لنقطة دي مش بتكلم على ان مصر تشترك طبعا في حرب او في تحالف او انا بتكلم ايه الحل علشان نسيطر على هذا الوضع الحل ما فيهش الا التفاوض لازم اسرائيل تحط بالاعتبار انها ليه تمنع التغذية داخل غزة نفسها ليه تمنع الامدادات الغذائية لهم ان ده للشعب دي مش للحماس ده الشعب الفلسطيني اللي هو اكتر من اثنين مليون فمن المفترض ان اقول موضوع ده ان يتحل فعلا التفاوض مع اسرائيل لفتح المعابر لتكون الغذاء والمية طيب ازاي الموضوع ده ممكن يستمر نوع او يعني يستخدم كضغط واذا كان احنا بنتكلم دلوقتي على ان السفن بتاخد طريق مختلف بتروح رأس الرجاء الصالح قضيتك اعادي 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 اوضح نقطة جدا نقطة مهمة جدا تأكد ان خناس السويس الى الان و الى اليوم برغم التوترات الشديدة عدد المراكب اللي بتمر فيها لم تتتأثر بل ان انا شايفها في الزيادة يعني انا شايفها انها في الزيادة لان هاي الخدسيين حددوا الحاجة اللي هي عايزانا قالك مفيش مركب ان ده تخش اسرائيل فاسرائيل المراكب اللي بتروح لاسرائيل من البحر احمد بتخش عن طريق خليج العقبة لميناء الان ما بتعديش من قناس السويس فدي جزء دقيق خالص عن وصف بخش ميناء العقبة خليج العقبة وده خليق ممر دولي بيوصل لغاية الان فهم وقفوا الحد تاجي بس من المفترض بده ان هما سياسيين الاسرائيليين والسياسيين الامريكان فمحتاجات يعني القانون الانساني نفسه ان احنا ما نمنحش الغذاء ولا المية ولا الادوية ولا العلاج ولا 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 عن الناس العزة اللي هما موجودين في غزة طيب بالتالي دي مش ورق الضغط طيب دي اكيد ورق ما هي ورق الضغط بس الخلول اللي بشتكتها مش هتجيب نتيجة يعني قلتلك النهار دا لو هيحصل يعني النهار دا عملوا التحالف كله جاء وكل حملية الطائرات وقفوها في منطقة خليج باب المندب وبحر العرب وخليج عومان دي مش هتحضل المشكلة لان خلاص اصباع المنتقل توضط الحرب رهيب جدا والريسكي فيها عالي جدا في شركات التأمين تأمين الحرب بيزيد بنسبة هيوصل ل600 في المية يعني محدش هيقدر يستحمل اللي كان بتتنقل من منطقة شرفة اسيا ايه لأوربا بالحبينقال الفين دولار من هز fantastى النهارة ارتفعت لربوماية فالمية لا ارتفعت لربوماية في المية سنتمية ستمية في المية قلت بتى هذا يجاه cucumbersد ليك لزيك هيقدر يستحمل حاجة زي كده بالجدود دي بعد كده هتوقف خلاص هتفهم منطقة توطر قرض شديدة او او فبالتالي مفيش في ارشكات تامين هتخذي مراكب تاعدي او اللي ما يطعم احنا بقول النهاردة 600% احنا منعرف شروك رح يبقى قدي ايه بعده حيبقى قدي ايه فليس هتبقى كارثة على العالم كله وليس على الفلسطميين وليس على الحسيين لكن احنا بس احنا عندنا التخذية موجودة احنا بناخدها من بلدنا لكن اسرائيل لازم تعرفي حاجة التخذية بتاعتهم من الهاردة المنطقة اه هما بيسموها غلاب غزة دي كلها كانت منطقة زراعية بيتعمل بتمد الاسرائيليين بالتخذية اليومية من قدار وابتدخوا خلافه وبرضو شمال اسرائيل اللي هو من ناحية لبنان وكده برضو دي المناطق مزارع اسرائيل بالشمال من ناحية لبنان ومن ناحية غزة اللي هو غلاب غزة فبالتالي المنطقة دي تفرغت من السكان فاسرائيل ما اطبعت في حاجة للهزاء فالموضوع ده مش هيستمر لبتير بس له ده تكسير اضام يعني حرام كده يعني برضو اسرائيل اكثر واحدة متأثرة بالموضوع دي خلي بالك من ناحية التخذية ومن ناحية التوردات بس بعد كده حيأثر على العالم كله على اوروبا كلها طيب يمكن ده السؤال اللي موجود يعني كعنوان رئيسي ومنشتات رئيسية في وكالات الانباء وأصحافة الأجنبية عن فكرة ما يعني ما هو تأثير ما يحدث في هذه المنطقة على الاقتصاد العالميا يعني احنا أصلا لسه يعني ما شميناش نفسنا من كوفيد ما شميناش نفسنا من اللي بيحصل فيه روسيا وأوكرانيا وهذا الموضوع بقى الكلام عن تأثيره اقتصاديا هل بدأ يبين عندنا او تظهر عندنا ملامحه؟ عندنا احنا في مصر هنا؟ عالميا عالميا او بدأ يصعر النهار ده الأفعاد في اوروبا أصبح فيها انفليشن النهار ده الأفعاد في اسرائيل حتى المحلات الكبرى بدأت يعني الموضوع ده بدأ بالفعل يبقى ليه تأثير وناكس تأثير في اوروبا وخاصة انتم تنفيش ان احنا في الاعياد الكريسماسونية والحاجات دي فأثر بشدة جدا جدا وعشان كده شعوبناك يعني عاملة مظاهرات وعاملة كده ضد الحرب نفسه يعني احنا بنقول ماشي اسرائيل انت انت وحماس تتطرفه مع بعض بس يسيب الفلسطينيين في حالهم طب انت ليه قطع عنهم تغزيت ليه قطع عنهم الامدادات ليه بتضربي في كنايس وفي جوانع وفي مدارس ومؤسسات الدولية اللي هي المؤسسات تبع الأم المتحدة اللي عملت تضربي بيها بالسؤول طب ليه؟ حاولي تجيبيهم ليش بالحرب وبرضو مش هينفع الحرب جدا حاجة بالضرق الأخرى اللي انتم تنبوها لكن بتعبوش الشعب الفلسطيني عشان حماس اللي هي المجموعة البسيطة اللي هي عشرين ولا تاركين ألف والنفر بيحرب طب انا حدق السؤال هنا للإسرائيين نفسهم هلو كانت حماس جي موجودة جوه تل قبيب وبتحارب هوية جوه تل قبيب ولا في عسقلان ولا في أجدود يعني حيهدوا عسقلان وحيهدوا أجدود حرام كده يعني ده التصرف برضو لازم أمريكا تبقى فيها عقلانية وانا شايف فيه جناح كبير جدا في أمريكا وفي أوروبا ده التصرفات الإسرائيلية احنا بعيد عن الموضوع ده طيب هل التحالف اللي موجود واللي الولايات المتحدة أعلنت يعني وجوده يوم الاتنين اللي فات هل هذا التحالف ممكن يعمل ضربات ممكن بالأسف التحالف ده هزيد المشكلة تعقيدا في إمداد يعني الإمداد الثلاثل التجارية اللي تشين تاربوب اللي هي عن طريق القويات والبترو وكده دنيا هتولى خالص يعني التحالف ده مش هيفيد ده هيضر أكتر يعني حرارك في رأيك إن هو ممكن يعمل تحركات ولا بس إن هو هيكون موجود وهي مش هتقدر تهيبدا على حد أنا بقوله حضرية أول الحصولين ما عندهمش حاجة خوف وخوف وخوف كده وناس بيحاولوا يقولوا إحنا موجودين وإحنا بنساعد الشعب الغذائي ما بقولوش إحنا بنساعد حماسي إحنا بنساعد الشعب الفلسطيني ومشطربين مطلب غريب افتحوا يعني افتحوا حسار عنهم ودخلوا المعونات اللي غزائية لهم والمية ويدا 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 يعني حرام إن إحنا نتفرق كده لكن ما تتحلش عسكريا عسكريا هتتهد الدنيا كلها لكن أنا بتكلم تتحلي يبقى فيه ناس عقلينيين ولازم أمريكا برضو حط الفتادي في العقل خلاها عقلينية حناس موجودة طبعا مش موجودة النهاردة بس حناس موجودة من عشرة التنين قلوها أنتوا بقى بتقيتكم عن طريقة مخابرات عن طريق التفاوض عن طريق اتفاقات عن طريق كذا لكن النهاردة اللي حتين بقولك هما بيجوحوا الشعب الفلسطيني اتطرحنا عن جوحهم هما كمان وبدأ أسألنا التأثير على إسرائيل النهاردة أتطلعك العمال الفلسطيني من من إسرائيل لقو بتتكلم على انخفاض أنشطة بنسبة 85% بسبب حسرتك نظر بتقول إن ميناء إيلات 85% الأنشطة في إيلات شوف الأطمارات الصناعية مش هتلاقي ولا مركب وقفة على رصيب في إيلات بصت على بوجل ولا مركب وقفة على رصيب في إيلات معنى كده هجبالك برضو أنا عايزه لحظك حاجة إن إيلات ما بينها وما بين أجدود ما بينها وما بين خيفة في المتوسط 275 كيلو وهي كانت نقطة توزيع للبضايع اللي جاية من شرق أسيا لدخل إسرائيل يعني عمرها ما كانت مركب حتروح لإسرائيل عن طريق قناة سويس إلا كانت وإقصار بيجي عن طريق البحرابي المتوسط تنزلت أجدود أو في عطقلان أو في حيفة لكن هما بيس الجاي اللي بكل البضايع اللي جايلهم من شرق أسيا ودي كله دي حتى الأغزاء بديلهم والألبان والمجمدات وكل حاجة بديلهم عن طريق ملاء يعني 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 حريك بتقولي التأثير بالفعل حدث فبالتالي يعني 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 أنا متوقع قبل يوم السابتة حيكون في اتفاق نارضة الخميس قولك قبل يوم السابتة حيكون في لأنهم خلاص بدأوا يعانوا بشدة ده اللي احنا كلنا نتمنع لشان الوضع ما يتفقمش أكتر من كده بشكر حضرتك دكتور ربان منتصر السكري الخبير الدولي في مجال النقل البحري ده من الملفات المهمة اللي حصلت هذا الأسبوع فيها تحركات زي ما قولنا بلقاء حضرتكم ده أمن قومي وبالتالي مهمة جدا ان احنا كنا نفهمه ونعرف ممكن يوصل لفين شكرا للدكتور ربان منتصر السكري الخبير الدولي في مجال النقل البحري على هذه القراءة طيب نروح بقى لموضوع تاني وهو البصل والبصل وخصص البصل اللي ما بتخلصش هذه الأيام واللي مليانة تناقضات وكنا تناقشنا مع حضرتكم فيها كمان الأسبوع اللي فات والإعلام الحياة بتناقش في هذا الموضوع على مدار الأسبوع اللي فاتت ليه بنقول تناقضات لأنه أسعاره ضربت في السماء بالرغم من توافر الانتاج اللي يكفي الطلب المحلي والتصدير كمان اللي كان وصل لتلاتة ونص طن في حركة من الحكومة أو تحركات من الحكومة حصلت تحديداً الكام يوم اللي فاتوا على الأرض وزارة الزراعة اكتشفت كميات كتيرة من البصل التجار مخبيينها تحت أش الرز بتتسمى بمفارش البصل علشان تحمي يعني البصل كميات كبيرة جداً اكتشفت كمان وزارة الزراعة أن التجار اللي بيحتكروا البصل هما في ثلاثة أو أربع محافظات ويمكن ده هو السبب في نقص نقص المعروض من البصل وده اللي عمل الأزمة بشكل أساسي دوروا على الاحتكار الاحتكار هو سبب كل اللي بيحصل في قصة الأسعار ومدرية التموين والتجارة الداخلية في دوميات لوحدها صدرت 250 طن بصل طيب ده ما حصلت هذه الاكتشافات ايه اللي حصل في سعر البصل نزل سعر البصل كتير جداً خلييني أقولكم مثلاً في الجملة وصل سعر البصل ما بين 7 و 8 جنيه للكيلو في السوق وصل إلى 20 جنيه بعد ما كنا بنسمع أرقام 48 وأرقام غريبة جداً طيب الكلام ده نقدر نقول إنه كويس جداً نقدر نقول زاوية مهمة جداً محتاجين إن إحنا نقف عندها ونتمنى إنها تتحقق لأن إحنا شايفين إنها لما تتحقق إيه اللي بيحصل ليه بنستنى الأزمة علشان نكون رد فعل ليه الرقابة ما بتكونش قبل ما تحصل الأزمة ليه ما عندناش دراسات استباقية للسوق علشان ما يحصلش يوم نشوف فيه أزمة اللي هات كتير جداً وبنقول لحضراتكم من دلوقتي يريد إنه قبل أي أزمة نخلي بالنا وخاصة إن إحنا شايفين بداية حديث عن أزمة في البطاطس يعني فده يخلينا إن إحنا نقول زي ما كان فيه تحرك وتحركات على الأرض من الحكومة نتمنى يكون برضو فيه تحركات استباقية علشان ما يحصلش عندنا أزمة في أي سلعة تانية مهمة مصر مليانة حكايات كتير وكنوز أكتر طرابها تاريخ كل الشبر فيها بيحكي حكاية وهنا بتكلم مثلا عن مكتب بريد ويبدو عادي مكتب بريد كلمة عادية كلمة بنقولها طول الوقت مكتب بريد البريد ده كان استراحل للملك فؤاد هو ده الجديد الجديد إنه من كام يوم الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق كامل وزير وزير النقل والمواصلات افتتحوا مكتب بريد محطة الملك فؤاد بمنطقة منشية فؤاد بكفر الشيخ خلونا نشوف موسيقى نبدأ بنفتتح مكتب بريد محطة الملك فؤاد في كفر الشيخ بحقيقة مكتب بريد محطة الملك فؤاد في كفر الشيخ تمرت تعاون مثمر بين وزارتي النقل والتصلاة والتكنولوجيا المعلومات المكتب كان محطة قطار مخصصة للمنطقة فؤاد منذ عشرينيات القرن الماضي اتفقت مع اخي معاي وزير كامل وزير انه نجدد هذه المحطة بعد ان طالها اهمال نتيجة يعني توقف استخدامها لسنوات طويلة او عقود طويلة اتفقت مع اخي معاي وزير النقل انه نستعيد قيمة هذه المحطة الترفية وجمالها المعمالي المتميز نعيدها الى سبق عادها ونحلها الى مكتب بريد متميز بخدمة اهل المنطقة احنا عاملين خطة طموحة كبيرة جدا لتطوير كل محطات السكك الحديدية سواء المحطات اللي داخلها في اطار خورة حياة كريمة يعني احنا نوصل للقرية محطة قرية محطة مركز داخل في حياة كريمة بنتورها بنتور تقريبا حوالي اربعين محطة في اطار الخطة حياة كريمة لما بنيجي ليه محطة زي كده بنلاقي حاجة لها تاريخ ولها اثر زي محطة برضو قطار النزهة ودي برضو كان محطة كانت محصة برضو لقطار الملك طورنا القطر نفسه وطورنا المحطة وبقت مظهر سياحي النهار نفس الكلام هنا لو هي المحطة هناك كان لها استخدام اخر غير ان هي تبقى محطة وجراش وكنا عملناها كده فدي كانت اول نموذج ليه محطة ممكن نستخدم جزء فيها لان المحطة مجموعة مباني كبيرة محطة الركاب قدام شوية وهنا المحطة اللي كانت محصة للملك تحولت الى مكتب بريد جنبنا يميننا وشمالنا يمين وشمال هذا الموقع منطقة ارض فاضية اتنظفت واتنهدت هنعمل بقى مجموعة من المباني الادارية عيادات اطبة صيدليات محلات تجارية كل الاهالي كفر الشيخ بيحتاجوه احنا هنعملوه نهاردة البريد المصري بيحتفل بافتتاح مكتب حديث قديم هو مكتب محطة الملك فؤاد في محافظة كفر الشيخ المكتب مكتب تاريخي زي ما حضراتكم شايفين هتلاقوا انه هو على التراز القديم انشئ في عصر السابق في دراسات بتقول انشئ سنة 1862 في عهد الخداوي محمد سعيد واهدي بعد كده الى الامير محمد عبدالحليم ثم تحول بعد ذلك الى استراحة للملك فؤاد والنهاردة اصبح مكتب بريد بيقدم خدماته للمواطنين تطوير المكتب في التراز اللي حضراتكم بتشوفون نهاردة هو جزء من سياسة عمل الهيئة قومية البريد احنا في البريد المصري عندنا خطة لتطوير المباني الاثرية بشكل عام لدينا طبعا تاريخ من 1865 عندنا اكتر من 4800 مكتب منتشرين حوالين انحاء الجمهورية فمنهم مكاتب اثارية كتير كان لازم ان احنا نفرض لها اهتمام خاص وادارة متخصصة وعمل متخصص سواء من استخدام تكنولوجيا حديثة في عمليات الترميم او متخصصين في الترميم لعادة الشيء الاصله او حتى الخامات صديقة للبيئة لتصبح ايضا متقدمة في عملية المباني الخضراء بالشكل الحديث واستخدام البيئة المحيطة ده مش بس في الشكل انما ايضا في الخدمات الخدمات على الرغم من هذا الصرح القديم العتيق الا انه الخدمات خدمات متميزة جديدة حديثة يسيرة سهلة يعني كل ده بتلاقيه في الهيئة قومية البريد البريد المصري النهاردة بيقدم الخدمات حديثة من خلال فروع التقليدية والقديمة موسيقى من برحة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شاهد مراسم التوقيع على الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على سبع فنادق تاريخية بالشراكة بين صندوق مصر السيادي وايجوث وطلعت مصطفى القبضة ويمكن دي واحدة من الصفقات المهمة بين الحكومة والقطاع الخاص واللي بتيجي ضمن برنامج الطروحات واللي بتعتبر تنفيذ لوصيقة سياسة ملكية الدولة اللي كان تم اقرارها في وقت سابق طيب خلال الفترة اللي فاتت ايه اللي تم في برنامج الطروحات رئيس الوزراء قال ان في صفقات تمت بالفعل بقيمة 5.6 مليار دولار حصلت من خلال التخارج الكلي والجزئي من 14 شركة طيب كلنا عارفين ان برنامج الطروحات هو اداة من ادوات تمكين القطاع الخاص وانه بيدي فرصة للقطاع في انه يساهم في الاقتصاد المصري لكن في حاجة مهمة جدا فيما يخص طروحات الشركات الحكومية وهي التقييم الحقيقي لهذه الاصول وانه بيكون وفقا للمعايير العلمية المعمول بها في الاسواق العالمية علشان تحقق اعلى عائد منها ويعني احنا محتاجين نفهم الاطار المؤسسي لعملية الطروحات وكمان نعرف اكتر عن قيمة واهمية الصفقة اللي تمت الكلام ده كويس وخاصة انه بيجي في وقت اعلنت فيه وكالة بلومبرج ان مصر بتقترب من توسيع اتفاق صندوق النقد لستة مليار دولار وان اللجنة السياسة النقدية للبنك المركزي كمان قررت في اجتماعها من شوية الابقاء على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند المستوى 19.4% و20.4% و19.75% على الترتيب وكمان تم الابقاء على سعر الاقتمان والخاصم عند مستوى 19.75% من المية من المية في المية الدهب كمان برضو جزء من هذه الاخبار لانه الدهب ويعني الذهب الذي ذهب الشعار اللي بيرفعه التجار والمواطنين دلوقتي انبارح بس عيار واحد وعشرين وصل سعره لتلات تلاف جنيه تلات تلاف جنيه رقم بيحصل لأول مرة في تاريخ تسعير الدهب وحضراتكم عارفين ان عيار واحد وعشرين هو الاكثر مبيعا في مصر بين المقبلين على الزواج وكمان الاكثر انتشارا في محلات الساغة في معظم المحافظات طيب ايه اسباب ارتفاعه وليه اسعار الدهب في مصر اعلى من اسعار خارج مصر وكمان هل الاقبال الاكبر على شراء الدهب بيكون بخصوص الاستثمار والحفاظ على الاموال ولا الخطوبة والزواج والمناسبة اللي احنا كلنا عارفينها خلونا نعرف الاجابة بشكل اكبر من الاستاذ هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية استاذ هاني اهلا بحضرتك اهلا بكي واستاذ المشاهدين ليه يا استاذ هاني الدهب عندنا في مصر دايما اغلى واعلى من الاسعار العالمية لا الحقيقة حاليا الدهب في مصر ماشي بالتوازي مع السعر العالمي هو مش مرتفع من ذاته ولكن الارتفاعات دي مرتبطة بارتفاعات عالمية استدت من اسبوع اللفات من الاربع اللفات تحديدا من عند قرار الفدرالي الامريكي بتزبيت الفايدة والعزدة مرة اخرى الى تخصيب فايدة على الدولار وده بكل تأكيد بيدعم زيادة سعر الذهب عالميا وبالفعل احنا شاهدنا اتفاعات غير مسبوقة في سعر الذهب العالمي تخطط الالفين مية واربعين دولار للوعية لأول مرة في تاريخ سعر الذهب العالمي وبالتالي وبالتبعية احنا بنسمع ارقام في السوق المحلي برضو وتعتبر جديد علينا وعلى ما سمعنا تخطط النهاردة زي ما حضرتك اشارت للعيار واحد وعشرين وصل لتلات تلاف جنين طيب فاحنا خلاص ما بقاش عندنا حضرتك بتقول الفجوة دي بين السعر العالمي والسعر المحلي بالفعل الفجوة دي انتهت مع صدور قرار رياسة الوزراء بالسماح للعائدين من الخارج بالشراء الدهب وقدومهم بدون دفع رسوم جمركية وده طبعا ادى للتوازن ما بين العرض والطلب في السوق المحلي واصلح بقى سهل انه لو السعر تخطى حدود معينة هو لا هو لازم هيخفض لانه هيحصل طب التلاف جنيه دي مش يعني السعر اللي تخطى حدود معينة بس انا اقول لحضرتك المعشرات في الوقت الحالي بتدعم ده ولغة استحاوت النهاردة اه هي اللي فرضى نفسها بحيث انه النهاردة مع ثبات الفايدة على البنوك و اه ده بيقلل من فرص الاستثمارية بالنسبة للناس في النهار او في انها تستفيد من عوائد الفلوس وبالتالي هي شايفة انه الزهب كفيته الارجح وبالتالي هي رايحة نحو السراء الزهب اللي ممكن يثبت لها او يعمل لها فايدة متزايدة او ربحية اكتر فهو نوع من التحوض وليس للزينة او للشبكات هو الحركة اللي حطوة حاليا برضو تحوطية الى حد جدير تحوطية يعني حركت قصد انها يعني كنوع من انواع الاستثمار او يعني الحفاظ على المدخرات حركت قصد ده بالتحوط اه يعني اللي هو الحفاظ على القيمة الشرائية للنقدم الناس من خلال الملاز الامن اللي هو الزهب لان الدهب طول عمر ملاز امن حافظ للقيمة قيمته موجودة جواه وبالتالي الناس بتلجأ لانها تشتري دهب طيب الناس بتشتري دهب بتشتري يعني مشغولات ذهبية علشان تحافظ او يعني زي ما حضرتك استخدمت لفظ انها يعني اسلوب تحوطي بتشتري مشغولات ذهبية ولا بتشتري الجنيهات الدهب والسبايك وهذا النوع من الدهب يعني هو النمع التحوطي ده بنقول ان هو رايح في اتجاه الاستثمار في اتجاه السبايك في اتجاه الجنيهات اكثر مما هو رايح ناحية المجغولات لكن احنا برضو بنعكد ان حتى المجغولات هي حفظة للقيمة لان برضو قيمتها وتعرها بيزيد لكن ايه يمكن بتتمتع بميزة ان الناس بتستخدمها وتلبسها وتستفيد بيها اكثر من انها تحطها في الدولاب وتفل عليها الاسعار ممكن تنخفض في الافق القصير يعني احنا ممكن هنشاهد يعني متوقعين كده السعر العالمي ممكن يجزت عند النقطة دي لان احنا دخلين على اعياد الكريسمس والاجازات في الخارج وبالتالي البلطة العالمية ممكن تاخد عطلات في فترة القادمة ولو استقرد انها تبقى واقفة في النقطة دي فاعتقد على المدى القصير احنا مش انتهد اي تغيرات قوية على المدى القصير لكن بعد اول السنة ممكن نتوقع بقى تغيرات سواء بالارتفاع مرة اخرى او ازدياد الارتفاع او الثبات ده هيتوقف برضو على الفياسة النقبية او الظروف اللي هي المحيطة من حروب او من اضطرابات لو استمرت او لو انتهت كل العوامل دي اللي هارضا بتبقى مؤثرة وبقوة في سعر الده هل وحنا بشايفين بقى لنا فترة انه الناس بتتكلم طول الوقت يعني حتى يعني زي ما بيقولوا كده في جروبس الستات على مواقع التواصل الاجتماعي ربات المنازل او يعني الاسر اللي بتهتم بالتحويش او بتفكر في الاستثمار هل بيكلموا اكتر في مسألة الدهب يعني بتيجي لحضرتك اسئلة اكتر في هذه الفترة من اي اوقات سابقة ولا ده اللي بيحصل طول الوقت لا او الحقيقة طبعا احنا بقالنا سنة وهو يمكن اكتر شوية انه الحديث الاهم والاطوى هو سعر الدهب اللي بقى يروض لانه احنا لما نيجي نبص كده بصة يعني قريبة على مدار السنة او السنتين اللي فاتوا الدهب تخطى عمل ثلاث اضعاف وينكن زيادة عن ثلاث اضعاف سعره وطبعا ده شيء غير اعتيادي وغير معروف او غير مظلوب بمعنى اصح وبالتالي فهو الدهب فعلا واحد يعني استحوذ على اهتمام الناس بطريقة كبيرة جدا في الفترة الماضية انا بشكر حضرتك استاذ هاني ميلاد رئيس شعبة الدهب بغرفة القاهرة التجارية الذهب الذي ذهب حبينا نعرف ذهب ولا لسه موجود فاستاذ هاني ميلاد شرح لنا الوضع نروح لموضوع تاني مهم مهم جدا كمان بيشغل بال كتير من المصرين وهو قانون التصالح في مخالفات البناء والوافق الرئيس السيسي على اصدار القانون القانون يعطي السماح لتسع حالات من المخالفات بالتصالح في الوقت اللي كان القانون الاديم الملغي واللي كان موجود في 2019 ينص على وجود 8 حالات لا يجوز فيها التصالح يعني كان عندنا 8 حالات لا يجوز فيها التصالح القانون الجديد بيكلم عن 9 حالات ينفع فيها التصالح القانون الجديد يمكن باقراره الحالات الجديدة للتصالح هدفه الاساسي هو تحقيق تسهيلات كتير في هذا الملف طيب عندنا أسئلة عن القانون زي إيه هو موعد التقديم للتصالح في هذه المخالفات إيه هي المهلة لبدء التصالح ما هي المخالفات اللي هيسمح لها بالتصالح خلونا نعرف بالتفصيل أكتر من النائب عمر درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك إيه المختلف في هذا القانون آه زي من حضرتك تفضلتي وقلت كده أنه آه الإتاحة الموافقة على التصالح يمكن القانون السابق كان قانون رقم 17 لسنة 2019 كانت آه المحاذين فيه أكتر رفض التصالح أو منع التصالح آه أكتر من آه القانون الحل آه ده خلق أزمة كبيرة جدا خلت النقطاع كبير جدا من المجتمع مش قادم أنه هو يتصالح مش قادم أنه هو يقعد في مكان آمن فكان آه أثر تطبيق القانون أفد بكده فكان يجب أن يكون فيه تحرك باتجاه قانون جديد يعالج السلبيات اللي كانت موجودة في القانون السابق وفي نفس الوقت يحط خط أحمر على منع المزيد من التعديات سواء بالبناء المخالف أو التعدي على الأرض الزراعية فجات من هنا فلسفة أن كنت تدبي الإتاحة أو يبقى هناك موافقة على التصالح حضرتك قلت تصح حالات وأنا بقول لحضرتك أنه القانون الحالي يغطي ما يجاوز التسعين في المية من حالات المخالفات في البناء أو التعدي على الأرض الزراعية زي إيه؟ زي مثلا البناء خارج الأحوذة العمرانية ودي كانت في القانون السابق 970 ألف طلب لو ضربناك متوسطة أن الأسرة تتكون من أربع أفراد بنتكلم في رقم كبير جدا من المجتمع خلاف اللي مقدموش قبل كده أيضا اللي كتعد على خطوط التنظيم دي كانت عاملة مشكلة كبيرة جدا في القانون السابق وما كانتش فيها إتاحة أو موافقة على التصالح أيضا التصالح على المقابر لأن ده هيخش في إطار الكتل السكانية التي يجوز التصالح عليها طالما فقدت مقاومات الزراعة لو إحنا بنتكلم على المقابر اللي هي خارج الأحوذة العمرانية اللي هي في المحافظات والقرى المحوول الارتفاق يعني فيه أمور كتيرة جدا حتى كمان الموانع اللي منع فيها القانون التصالح وضع لها استثناء بموافقة مجلس الوزراء بعد العرض عليه لو لم يتمكن التنفيذي من أنه يزيل المخالفة أو يرضع لأصلها مرة أخرى فبالتالي أيضا فلسفة المنع فيها القانون بضوابط ده بيدي إحساس لدى المواطن وبيدي شعور بأنه طيب أنا خلفت فحيح وعملت شيء مخالف للقانون لكن في الفترة الحالية التصالح يمنع المزيد من التعديات وده هيفتح الباب أيضا لمن لم يخالف لأنه فيه ناس كتيرة جدا وده قطع كبير جدا من المجتمع يعني ما خلفش ما بناش بالمخالفة ما بناش على الأرض الزراعية عنده قطع أراضي داخل الكتر السكانية بنسميها المتخللات الأراضي دي هو مش قادر أنه هو يطلع لها ترخيص نظرا طبعا للمحاذير اللي موجودة فيه القوانين المكملة للقانون التصالح فبالتالي إحنا النهاردة لما نعالج الملف الخاص بالتصالح لما يعاد النظر في قانون الزراعة والقرار رقم 615 لسنة 2019 هيحل يعني أزمة كبيرة جدا المتعلقة بيه البناء في جميع المحافظات أيضا في القانون الحالي مكن المواطن مثلا في المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة اللي هو يعني ما كمل الروف بالمخالفة للقانون أو شرع في البناء وما كملش السعب القانون إداله الإتاحة أيضا بدواب يعني مقدر نقول أنه هو القانون يعني فيه روح القانون يعني فيه مرعاة للمواطن واحتياجاته وما يبقاش حاسس أنه هو بيتعاقب وبس بدون سبب لا شوفي حضرتك بار هي المخالفة مخالفة طبعا ومخالفة القانون مخالفة القانون لأن فيه ناس كتيرة جدا بتتكلم على مسألة هل إحنا بنكافئ المخالف على مخالفته الموضوع مش كده الموضوع كانت أزمة متراكمة لاثنين طويلة جدا نتج عنها مجتمعات عمرانية ومناطق سكانية كلها مش قانوني كلها تبانت بالمخالفة ومن غير طرقية فلازم أنا عشان أزبط المنظومة العمرانية في مصر يجب أن أجد لها حل إما أن أنا أؤذلها وفقا للقانون أو أن أنا أوجد لها الآلية أن أنا أتصالح معاها فأمنع مزيد من التعديات ده مش معناه أنه حييجي المواطن يخالف المهاردة فحنتصالح معاه أو الدولة تتصالح معاه ومش معناه أنه إحنا بنكافئ وفي نفس الوقت ده نقولت لخضرتك وده يمكن كان توجيه للحكومة أثناء المناقشات إحنا قعدنا حوالي سنة ونص نتناقش حول هذا القانون وكيفية إخراج إن إحنا أيضا يجب أن يؤتيم من نظر للمواطن الملتزم إن أولا تكون الرسوم بالنسبانه مختلفة إن منحه الترخيط اللازمة والإجراءات تكون أسهل وأيسر بحيث إنه يبقى فيه عدالة في هذه المسألة طيب ده يعني موضوع مهم وتوضيح مهم أنا بشكر حضرتك النائب عمر درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لأن ده من الموضوعات اللي كانت مهم جدا الحديث عنها لأنها بتهم قطاع كبير جدا من المواطنين من الإسكان للسكان ونروح لاختتم مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان من يومين سندول أمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي في مصر والوزرات التنفيذية الشركاء المعنيين اختتموا مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد وفي مجموعة من المعلومات أو شوية معلومات مهمة عايزين أقولها لحضرتكم أن السندوق تولى تنفيذ المشروع بتمويل قيمته 27 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وده كان مع بعض الوزرات ومنظمات المجتمع المدني تم تنفيذ المشروع في كل محافظات مصر الـ 27 على مدار خمس سنوات فاتوا كان ايه الهدف من هذا المشروع الهدف كان زيادة استعمال وسائل تنظيم الأسرة من خلال تحسين خدمات وسلع تنظيم الأسرة ورافع الطلب عليها وتعزيز الحوكمة لتنفيذ الستراتيجية القومية للسكان خلونا نشوف هذا التقرير سعيدة جدا أن نكون النهاردة مقبودة مع شركائنا من الهيئات الدولية منظمة الأمم المتحدة للسكان ينفي والالتحدي الأوروبي وأيضا بشراكة مع الوزرات الشريكة وعلى رأسيها وزارة الساحة والسكان في حياء هو بيقول عليه لقاء ختمي ولكن أنا بقول استكمال لما سيدتنا في استراتيجية السكان والتنمية إحنا ربطنا لحياة السكان والتنمية بشكل صريح للسلة المباشرة بين جودة حياة المواطن المصري وبين السيطرة على زيادة السكانية وتحسين خصائص السكان وهي توجوة عام يعني حياة دولة بتتبنى ووجه بيه سيد الرئيس فيه أكتر من مرة بيه السيطرة على زيادة السكانية خاصة في المناطق الريفية وفيه محافظات السعيد والتركيز أيضا على جودة حياة المواطن أعتقد أن اليوم هو حدث هام جدا لأنه حدث ختامي لمشروع جيد اطلعنا به خلال السنوات الثلاثة الماضية حقيقة بدأ في عام 2018 أي أكثر من ثلاثة أعوام ولكن ليس نهاية المشروع ولكن بداية لمشروع جديد وبداية لتعاون جديد على أسس الاستراتيجية القومية لمصر عن السكان وهو ما نؤيده بشدة بمعنى دعم تطوير تلك الاستراتيجية ونتابعا كثب عرض تلك الاستراتيجية على المؤتمر العالمي للسكان من الجاية تواجد وسائل الإعلام هنا اليوم لأن موضوعات السكان في حاجة إلى طرحها في وسائل الإعلام أتمنى أن تكونوا قد جاهدتم مسلسل ورق أتوت على منصة واتشات مسلسل ورق أتوت يتناول مشكلات السكان في مصر وكيف للمرأة أن تتخذ القرار سواء القرار المتعلق بعدد الأطفال التي ترغب في إنجابهم ومتى تقرر إنجاب الأطفال لذا فإن مسلسل ورق أتوت هو مسلسل من 33 حلقة يتحدث عن الموضوعات السكانية والموضوعات المتعلقة بالمرأة في مصر وكيفية مناقشتها الأمر الجيد في المسلسل هو مناقشة المجتمع بحيث يستطيع الناس تحديد اختيارتهم الجو بدينا إنزارات البرد كل يوم أكثر من التالي وشكله موسم الشتاء مختلف بالرغم من أنه تأخر في دخوله ولكن يبدو أنه هيكون بارد جدا طيب طرحنا السؤال الأسبوع اللي فات سؤال عن مدى استعداد البنية التحتية في مصر لموسم الشتاء وهل ممكن نشوف مشاكل زي اللي كنا بنشوفها قبل كده ولا عندنا حلول وهنا هنسأل وهيرد علينا دكتور خالد آسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية يا دكتور خالد أهلا بحضرتك سلام تأخير على حضرتك زي صارة وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها هو السؤال اللي احنا عايزين نعرف إجابته مستعدين ولا مش مستعدين إن شاء الله مستعدين يا فندم فيه ربط دائم ما بين غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية وإدارة الأزمات تحديد الأمر مع غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات بجانب غرف العمليات عملنا إيه على الأرض في البنية التحتية؟ على الأرض رفع درجة الجاهزية بالنسبة للمعدات اللي موجودة سواء عند المحافظات أو السيارات أو البتلات كذلك الأمر تباكزها كذلك الأمر الرابط مع وزارة الإسكان من حال شركات ناشتورف والصرف الصحي بسياراتها وبألاتها ومعداتها كذلك الأمر التنصيق مع وزارة المهار الدلمائية والرأي فيما يتعلق برابط النسيق الخاصة بالطرع وغيرها بالإضافة إلى المتاجعة على محافظات محافظات السيطرة والسلامة كل ده فانديم تم مراجعته على الأرض خلال فرق عمل على فتوى المحافظات المصرية السبع وعشرين طيب يعني إحنا طبعا نتمنى أنه يكونش شتاء هادئ ما يكونش فيه أي حاجة يعني تخلينا نحنا أو تعكن علينا ولكن أنا بشكر حضرتك على أنك وضحت لنا ورديت على سؤالنا اللي كان عندنا الأسبوع اللي فات في هذا الأمر دكتور خالد آسم المتحدد باسم وزارة التنمية المحلية شكرا يا دكتور طيب نروح بقى لسؤال هذا الأسبوع يعني خلص خدنا الإجابة من دكتور خالد نروح بقى لسؤالنا اللي احنا عايزين نعرف إجابته كل فترة بنسمع عن موعد الافتتاح المتحف المصري الكبير وبنشوف الاستعدادات الخاصة بدأ لكن مش عارفين هذه الاستعدادات تمت بنسبة قد إيه وكمان هل عمليات نقل الأطار وترتبها بالمتحف خلصت ولا لأ محتاجين ما يعديش سنة من غير ما نشوف عظمة زي اللي شفناها في موكب الموميوات أو اللي شفناه في طريق الكباش ومتأكدين إن حفل افتتاح المتحف هيكون أكيد له زخم عالمي ويحضروا أغلب رؤساء العالم فهنا بنسأل متى سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير ده سؤالنا هذا الأسبوع وأكيد هنجاوب عليه الأسبوع المقبل أخيرا الأسبوع ده كان عندنا منقشة مطولة أنا وفريق الاعداد عن مين هي شخصية هذا الأسبوع وكان على أجندتنا شخصيات كتير مؤثرة ولكن اللي وقفنا عنده اسم نقدر نقول إن الفن مدين لها بالفضل هي الفنانة عزيزة أمير تأملنا في حياتها أو تأملناها ولقينا إنها قصة ملهمة للمرأة المصرية عزيزة ما كانتش مجرد فنانة موهوبة ولكنها كانت رمز للمرأة القوية الناجحة ويعني ربنا وهبها الجمال والحضور الطاغي وكلنا نلاحظ ده بمجرد ما نبص في وشها أو تطل علينا من الشاشة عندها قدرة عجيبة في تجزيد الأدوار المختلفة عندها وبجدارة تستحق لقب أم السينما المصرية بصمتها موجودة ولا تزال موجودة وتفضل علامة من علامات السينما المصرية يمكن ما بتسلطش عليها الضوء كتير ولشان كده وقفنا عند عزيزة أمير خلينا نشوف هذا التقرير اشتركوا في القناة لو قعدنا نتكلم عن عزيزة أمير هنحتاج حلقات وحلقات كتير كمان علشان نوفيها جزء مما تستحق لأنها بصراحة مش واخدة حقها وعلشان كده اخترناها في كل الزوايا تكون شخصية هذا الأسبوع هنكون مع حضراتكم بشكل استثنائي يوم السبت الساعة تسعة ونصف في كل الزوايا فنشوف حضراتكم الأسبوع القادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر